أم عبدالله من العراق تقول عندي يعني ابن مريض من أكثر من سنة وأدعو الله تعالى ولا يشفى تقول يعني أنا ما أدري سبحان الله تقول أحيانا لماذا لا يستجيب الله لنا وإذا دعينا على أولادنا استجاب وإذا ما دعينا وإذا دعونا لهم ما يستجيب تقول يعني ما أسر في ذلك طبعا تقصد يتأخر الإجابة وإلا قضية أنه ما يستجيب هذه كلمة صعبة أم عبدالله بارك الله فيك ورضي الله عنك يعني ما ينبغي للمسلم أن يتعامل مع ربه جل وعلا بمثل هذه الطريقة وسامحيني أقول لك هذا الكلام أنت كأنك الآن في مجلس محاكم لله عز وجل لماذا يا رب أنا لما دعوت على ابني استجبت لي ولما دعوت لابني ما استجبت لي هل أنت جالسة تحاكمين الله أنا أجزم يقينا بأنك لا تقصدين هذا الشيء لكن عرضك للسؤال بمثل هذه الطريقة يوحي إلى أن هناك تضجر وجزع وتفسير للأشياء تفسير مغلوط وليس تفسير صحيح لهذا يا عبدالله بارك الله فيك أولا تعلمين بأن الله تعالى على كل شيء قدير وأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قدر مقادير كل شيء بعلمه السابق الأزلي سبحانه وتعالى ثم كتبه قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف عام كتب هذه في كتاب عنده جل وعلا وتقدس قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصول الإيمان قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره لهذا العلماء ماذا قالوا من أصول الإيمان التي لا يصح إسلام أحد إلا بالإيمان به الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره صغيره وكبيره ها أنتؤمنين بهذا هذا الإيمان بالقدر الأمر الثاني بالنسبة لما يعني يجري على الناس في حياتهم من الأمور اللي طبعا الناس يرضون عن الله متى في حال الرضا في حال النعمة والغنى والسلم وما شاء الله اللهم بارك راضون عن الله لأنه ما ذاقوا ما مسهم شيء من النصب والعذاب والفقر مثلا لا وإنما هم الحمد لله الحمد متى يمتحنون ومتى يختبرون في حالة المرض في حالة الفتنة في حالة الحرب في حالة الفقر في حالة الفتن في حالة الأزم يمتحنون هنا يظهر ليميز الله الخبيثة من الطيب هذه الفتن هي التي فيها تمييز هي التي فيها اختبار هي التي فعلا يكون فيها فرز للمؤمن من غير المؤمن المؤمن في الفتن سبحان الله العظيم عجبا لأمره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له لذلك يا أخت الفاضلة متى يمتحن الناس متى تكشف مخبآت نفوسهم متى تظهر خفايا ضمائرهم في الفتن في الابتلاءات في الأمراض وفي الفقر وفي كذا يظهرون يظهر الذهب الخالص من المغشوش مسألة الأخرى الله عز وجل إذا قدر شيء فله الحكمة البالغة في ذلك فالله جل وعلا عليم خبير قدير سبحانه وتعالى يقدر الأشياء لما فيها من مصالح العباد فقد تكون صورة المسألة ألم قد تكون صورة المسألة مرض صورة المسألة مؤلمة موجعة لكن في طياتها منحه وهباته هدايا من الله عز وجل أما قرأت يا أم عبد الله قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلموا وأنتم لا تعلموا والله يعلم وأنتم لا تعلموا ولهذا يعني هذه القضية متقررة عند المؤمنين بالقدر الراضين عن الله عز وجل يعلمون بأن الله تعالى إنما أراد بهم خيرة ولهذا ننظر في حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد ابتلاه الله عز وجل وتتفاوى الدرجات الإبتلا أيوب عليه السلام 18 سنة في البلاء في البلاء حتى ذبل وشح بلونه وذهب جسمه فأنكره الناس حتى زوجته أنكرته لما رد الله عليه الصحة قالت من أنت لأنه هي التي بقيت معه فذبل كما يعني ذبل لدرجة أنه الناس وأشد ما وقع عليه كلام بعض الناس قالوا هذا لو كان نبي ما ما عاقبه الله بهذا هذا فعل فعل فعاقبه الله هذه أوجعته لكنه محتسب أيوب موسى عليه الصلاة والسلام وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا إِبْرَاهِيمِ عِيسَى ما من نبي إلا وقد ابتليه طيب هل هذا دليل على أن الله ما يستجيب دعواتهم الأمر لا يا أختي الفاضل بارك الله فيك الشيء الآخر أنا أجزم يقينا أنك أنت يا أم عبد الله في هذه الأزمة مع ابنك والله أفضل حال من كل وقت آخر كان مثلا ابنك في حالة الصحة لأنك يوميا تدعين الله عز وجل لك فيك هذا تقول يا رب أشفي ابني هذا دعاء وعبادة وتقرب إلى الله عز وجل يوميا عندك تقوية لحسن الضم بالله ورغبة فيما عند الله وشيء من هذا القبيل هذا الضم بك لأنك إنسان مؤمن الحمد لله هذا ما يكون في حال الصحة والعافية والرضا شوف الفرق ستجدين هذا في ميزان حسناتك يوم القيام الشيء الآخر ما ذكرتي أخت الفاضلة من أنه والله إذا ندعو على عيالنا استجاب الله وإذا ندعو لهم ما استجاب الله من وين جبتي هذا سامحيني يعني من أين جبتي هذا صحيح النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو على أولادنا قال لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على خدمكم نهانا أن ندعو وبيّن بأنه قد تجد الدعوة باب إجابة كذلك الدعاء للأولاد النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجبات وذكر من دعوة الوالد لولده دعوة الوالد لولده والدعاء أختي الفاضلة جزما جزما أن الله تعالى يستجيب دعوة الإنسان إذا توفرت شروط القبول وانتفت الموانع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من يعني عبد يدعو بدعوة إلا استجاب الله تعالى له بإحدى ثلاث إحدى ثلاث إما أن يستجيب له شوف دعوة ماثلة وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها أو أعظم منها وإما أن يدخل له من الخير يوم القيام يدخل له أجر عظيم ثواب الصحابة لما سمع هذا الكلام ماذا قالوا قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر الله أكثر يعني في العطاء وفي الثواب وفي الإثابة فلذلك بارك الله فيك يعني أنا أقول لك بالنسبة لابنك شفاه الله وعافاه أنت يوميا تدعين فيستجيب الله عز وجل لك لكن هذه الإجابة على ما فصله النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فأحمد الله واشكر الله وقول الحمد لله الذي يعني جعل البلوى في الدنيا ولم يجعلها في الدين جعل البلوى في البدن ولم يجعلها في الإيمان الذي في القلب مثلا هذا مما إنسان يحمد الله عز وجل على هذا ولو نظرت إلى غيرك لو وجدت أنك تسبحين وغارقة في نعم الله عز وجل زور المشتشفيات زور المقابر زور يعني مقرات الحوادث تشوفين عجب تقول الحمد لله عروة بن الزبير لما مات ابنه ماذا قال له أحد المعزين قال له عزة عزة قال سبقك إلى الجنة فماذا قال عروة قال الحمد لله أعطاني عشر من الولد وأخذ واحد وأعطاني أربعة من الأطراف وأخذ واحد لأن رجلة أصابته الآكلة هذا والتفسير الإيماني لما يقع الإنسان فيه يعني من مصائف هذه الدنيا بارك الله فيك اشتركوا في القناة